طيب أنا هستأذن هبدأ الأول الكلام مع سيدة النائب محمد صلاح وكنت عاوز أخذ فكرة عامة عن هذا البرنامج برنامج الرئيس القادم 20-24-20-30 وأنا عارف أن حضرتك سيدة النائب محمد أبو الناجة هنتكلم أكتر على الملف السياسي بس أخذ فكرة عامة طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا الأول بشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة دي وإحنا بنشرف أنا وزملائي من نواب وعضاء تنسيقات شابر حزاب السياسين نحن نكون في التلفزيون الرسمي للدولة المصرية وبس تصحيح أنا نائب سابق عضو مجلس نواب سابق وقادم بأمر الرئيسي ربا مارك في حضرتك هي الفكرة جات لنا في التنسيقية لما لقينا أن اتخابات الرئاسية هذه المرة مختلفة تماما لأنه رحية فيه ظرف سياسي ظرف إقليمي ظرف عالمي بتمر بالدولة المصرية محيط بينا بلا شك وإننا بنقول أن السنوات الستة القادمة هي تأسيس لما أطلقه السيد الرئيس الجمهورية عن الجمهورية الجديدة فقلنا أن نحن محتاجين أن نعمل نموذج زي ما حضرتك ذكرت والحيان النموذج ده مكرر مش أول مرة التنسيقية تقوم به في 2019 و2020 قامت التنسيقية برضو بنفس الفكرة دي لستطلاع أراء القوى السياسية والأعزاب المختلفة حوالي رؤيتهم في قون الانتخابات قرون مجلس النواب قرون مجلس الشوخ وتقسيم الدوائر والحياة السياسية عامة تانية الحقيقة أنه تشكلت تشكل فريق عمل الفريق العمل ده متنوع الأفكار متنوع الأيدولوجيات من اليمين إلى اليسار زي ما بيقولوا واتعملت يعني ورش عمل في الأول عشان نقول الإطار العام إحنا عايزين نعمل إيه إحنا عايزين نقول برنامج ماذا نريد من الرئيس القادم وبما أن التنسيقية ليس لها مرشح رسمي لأن إحنا عندنا منزو ملأنا اللي موجود في حملة الدكتور فريد زهران واللي موجود في حملة المهندس حازم واللي موجود في حملة الدكتور عبد السند يمام وكذلك في حملة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فإحنا التنسيقية ليس لها مرشح واحد فعايزين نقول إحنا كقوة سياسية كشخصيات عامة كقوة مجتمعية مختلفة إحنا عايزين إيه من الرئيس القادم فحطينا الإطار العام قولنا إحنا نتكلم فيه تلات محاور والتلات محاور دول إحنا بنتسق وبنسير خلف ما تم في الحوار الوطني الحوار الوطني يتكلم عن محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي النقطة التانية بنتدنا نعمل زيارات طيب إحنا عايزين نروح للأحزاب السياسية الآن نروحنا لحوالي 23 حزب سياسي وروحنا لحوالي 10 من الشخصات العامة من ذوي الأفكار والأيدولوجيات المختلفة وروحنا لست مناطق حدودية رحنا جنوب سيناء وروحنا أسوان وروحنا النوبة وروحنا شلاتين وروحنا سيوة رحنا أماكن مختلفة لأنت برضو محتاج تشوف الناس في المناطق الحدودية إيه تطلعاتها إيه اهتماماتها إيه مطالبها من الرئيس القادم رحنا أيضا لحوالي 15 نقابة مهنية وعملية رحنا لمنظمات مجتمع مدني وقوة مختلفة عشان نفهم هم عايزين إيه مرئيس القادم دي كانت مرحلة ثم قعدنا بقى نعمل بيان تحليلي لهذه الطلبات وتصنيف بقى على الأساس اللي احنا حطناه في الأول المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي حبينا نصنف بقى الكلام دا نحط الكلام دا نركب الكلام دا اللي احنا سمعناه وإحنا طبعا كان عندنا رؤية أصلا لأن طبعا التنسقية لها رؤية وكان فيه ورق عمل بيقدم في الحوار الوطني فبلا شك أنه كان فيه رؤية احنا برضو بنطرحها مع هذا الطرح ابتلنا نعمل بيان تحليلي للرؤى المختلفة اللي احنا استمعنا إليها وبعدين ابتلنا نشكل لجنة للصياغ وهنا كان التحدي الكبير لتنسقية شباب العزاب والسياسيين لأنه بلا شك تشكلنا أساسا متنوع صح والصياغة كذلك تشكلها متنوع فكيف سندير الاختلاف وهنا بتبدو فكرة التنسقية كمنصة حوارية في الأساس قامت على أساس أنه كل واحد بيحتفظ بفكرته كل واحد بيحتفظ بأيديولوجيته لكن بنسعى دايما للمساعات المشتركة احنا ممكن نروح فين مع بعض في المساعات المشتركة ايه القضايا اللي ممكن تجمعنا وازاي ندير القضايا اللي احنا نختلف فيها والحقيقة انه ما يجمعنا كنا الكثير ده حقيقة مش يعني مش بنخفيها ولا حتى بنقول حاجات بنجمل بيها خلاف الواقع لأ الحقيقة انه من يختلف على تنمية الحياة السياسية في مصر من يختلف على التعددية السياسية والحزبية وتكافؤ الفرص من يختلف على ان احنا محتاجين وطبعا زملائي حيستفيدوا في ذلك محتاجين حل أو رؤية اقتصادية شاملة من يختلف على أهمية الزراعة من يختلف على أهمية التعليم والصحة ومشاكلهم الحقيقة بل بالعكس أنا بقول أن التنوع ده ادامة إطراء للأفكار لأن أنا بطرح فكرة زميلي من مصر الدموخاطي بطرح فكرة زميلي من التجمع بطرح فكرة زميلي من شباب الأحزاب اللي هو مستقل ليس له أفكار حزبية وضحة كلنا بنطرح ده على الترابيزة ونبتدي نشتغل عليها في الصياخ اللي كنا مختلفين فيه احنا حاولنا أن احنا نصل فيه إلى هقول لسياغات توافقية أن احنا نقرب من بعض ممكن أن المصطلحات بعضنا مطاردة عليها متحفظ عليها لكن ممكن المعاني الداخلية جوة المصطلحات دي احنا متفقين عليها طب تعال نقرب مع بعض في المعاني تعال نجد مصطلحات أخرى متوافق عليها وده من فكرة تنسائية شباب الأحزاب وده من فكرة الأساسية البنصة الحوارية